السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرحنا بالدروس السابقة عن مواضيع الأساسات العميقة والأساسات السطحية وعن أعمال فحص التربة وتأكيس المحاور وسواها من الأعمال التي تختص بإنشاء أي مبنى من الصفر الآن وصلنا بعد أن يتم تنفيذ القواعد المنفصلة أو القواعد المشتركة أو اللبشة الحصيرية كما نلاحظ هنا في هذه الصورة على سبيل المثال في هذا المشروع يوجد فيه قواعد منفصلة نلاحظ وجود طبقة النظافة من أسفل ثم عليها القاعدة المنفصلة ثم رقبة العمود التي تكون بمنتصف القاعدة ثم نلاحظ ظهور حديد ظاهر من رقبة العمود هذا يسمى الأشاير ثم بعد ذلك يعني بعد أن يتم صب القواعد المسلحة ورقبة العمود ويتم عزل القواعد المسلحة وعزل الرقبة العمود يتم ردم رقاب الأعمدة وهذه القواعد المسلحة وبعد ذلك يتم دمك التربة جيداً حتى نحصل على تربة قوية تتحمل أحمال المبنى يعني نحن بعد أن يتم تنفيذ القواعد المسلحة ورقاب الأعمدة بعد ذلك يتم ردمها بالتراب طبعاً على طبقات كل 25 سنطي نلاحظ هنا هذه الخطوط هذا المكان كله يتم ردمه كما في هذه الصبر بعد ذلك نضع الميدة الميدة توضع من العمود للعمود يعني توضع على جميع أطراف المبنى المراد إن شاءه نلاحظ هنا ردم القواعد المسلحة ورقاب الأعمدة هنا توضع الميدة بين رقاب الأعمدة نلاحظ هذه الصور عبارة عن ميد قبل وبعد الصب هذه صور للميد هذا حديد تسليح الميدة هذه حديد تسليح الميدة أيضاً طبعاً الميدة بعد أن يتم اللهم صلى على سيدنا محمد ردم القواعد المسلحة ورقاب الأعمدة قبل وضع الميدة يتم وضع طبقة نظافة للميدة سنشرح هذا بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله نلاحظ طبقة النظافة هذه هنا ثم يتم وضع حديد التسليح للميد عليها على طبقات النظافة هذه أيضاً حديد تسليح الميدة هذه نجارة الميدة بعد أن يتم وضع حديد التسليح يتم وضع أخشاب الميدة ليتم بعد ذلك عملية الصب فهذه نلاحظ هنا الميدة ظاهرة وهي مصبوبة بعد الصب طبعاً بعد ذلك يتم عزلها كما هو واضح في هذه الصور فما هي الميدة أو الكامرة الأرضية؟ الميدة هي عبارة عن كامرة أرضية مكونة من حديد تسليح وأخشاب يفضل وضع الحديد أولاً ثم الأخشاب هي عبارة عن جسور أرضية تربط بين رقاب الأعمدة تساعد في منع انبعاج أعمدة الطابق الأرضي من خلال الربط بينهما وتحمل جدران الطابق الأرضي وفي حال حصول أي هبوط بالتربة الميدة تضمن هبوط متساوي للتربة والأعمدة فلا يهبط عمود دون آخر هذه فقط مقدمة عن الميد وردم القواعد المسلحة ورقاب الأعمدة بإذن الله نستكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته